السلام عليكم الله من جديد بهذا الدرس سنشرح كيف نتعامل مع الصور تخيل انت تجد ان تعرف الصورة هنا وهذه الصورة هي موجودة عندك اساسا في الداونلود هي هذه الصورة سوف انسخها واذهب الى البروجيكت الخاص بي بهذا البروجيكت الخاص بي اسمه ايش تعمل وفيه ملف واحد اسمه انديكس فسوف اكون فولدر جديد واسمي امجز حتى اضع في صور يعني يكون بروجيكت الخاص بي منظمة اكتر وفي الامجز اضيف هذه الصورة يعني ايش يعني الان لو جيت سهبت هنا في النظام الخاص بي ترى انه انا عندي ايش اندي امجز وعندي امجز وعندي مش صورة وهذي هالامجsels عندي انا ايدا اعرض الصورة وين ايدا اعرضها ايدا اعرضها هنا في الارتكل اوضع اعرضها في سكشن جديد فا اقول اوكي عندي سكشن جديد هذا السكشن اريد اضع فيه الصورة فقط حتى اضيف صورة في الاجتمal فقط اكتب افتحتك اكتب امج اي اينجي وهنا يقول ليSrC src هو مسار الصورة بما أن الصورة في نفس المسار الأنا فيه أقل من عندي فأنا كل ذي سوف أفعلها سوف أقول له ok images تأكد هنا المسارات دائما المبتدئ ما أعرف إشي يخطأ بها بما أنه أنا هنا في مجلد أندرويد والإمج في نفس المستوى اللي أنا فيه فإذا سوف أذهب إلى نفس مستواية فأستطيع أن أكتب اسم الفولدر مباشرة ثم أكتب slash وثم اسم الصورة فأكتب ok android dot png بمعنى أنا أشي أذهب أذهب إلى نفس الفولدر اللي أنا فيه وفي صورة اسمها images أنت قد تضع صورة في مسار آخر أو قد يكون مجلد الاندكس في مسار آخر فأكد أنت من هذا الشيء تأكد أنه دائما عندما تكون لك ملف اندكس يكون الفولدر في نفس مستوى ثم نفس المستوى يعني ثم نفس المستوى ثم هذه في داخلها الصور فحتى عندما تكتب اسم الملف مباشرة تستطيع أن تصلى لأن لو كان في مستوى أعلى الامج من عندك فتحتاج أن تكتب dot slash وهذه الأمور إذن بما نحن ما عندنا هذه الحالة ما عندنا هذه المشكلة سطيع أنصلى الصورة مباشرة لو جيت عملت رفرش للصبح شي جميل لو ترى الآن صورة الاندرويد ظهرت عندي لكن ما ظهرت بالحجم الذي أنا وإذا ظهرت بحجم كبير جدا أين بحجم معين تظهر فحتى خلت تظهر بحجم معين اللي يميز اللي ايش تعمل أنه أي تاك فيه مجموعة من البروبرتيز لو جيت وقفت فيه تاك الامج وتضغطت control و space أرى أنه مجموعة كبيرة من البروبرتيز أستطيع أن أستخدمها من هذه البروبرتيز هي الوث لو جيتها بالدابل يو ووث يعني العرض الخاص بالأوبجيكت ينفرض ايد يكون عرضها 300 300 و أريد ارتفاعها سوف يكون 300 أيضا أوكي فحددت أنه الامج عرضها 300 بكسل وارتفاها 300 بكسل أنا وجيت أملت refresh انظر هذه الامج طبعا بما أنه ميجوز أنه سيكون نفس العرض لأنها object في الطول فالأفراض أنه يكون العرض أقل من الطول لأنه حتى يظهر لي بشكل طبيعي أوكي الآن ظهر لي بشكل طبيعي إذن أي شيء أي أي سكشن لو جيت هذا البي جيت وقفت ضغطة control space مجموعة من البروبرتيز أستطيع أن أستخدمها بهذا وهذا أيضا وأي شيء فحتى أصل البروبرتيز اكتب اسم البروبرتيز يساوي أن القيمة إذن أنك أوكي عندي امج وظهرته وما عندي أي مشكلة الآن ماذا سوف يضيف لنا الHTML5 الآن أوكي لو جيت عمت inspect لهذا الكود أرى انه section وعندي بيها امج فالHTML5 يضيف لي ميزة حلوة أنه هنا أستطيع أنه لما يكون عندي امج أقول له figure فأقول له أوكي figure بهذا الشكل figure يعني صورة فسوف أخذ هذا وأضعه كأنما أنبه أنه أوكي هذا المقطع هو عبارة عن صورة صورة معينة يعني أضعه space وأيضا أضيف أحسن المثال caption فأقول له figure caption وأسمي Android System يعني هاي كأنما أضع له title يعني أضع figure والtitle أنا أعمل save أعملت refresh أيضا ما غير لي أي شيء ما غير لي أي شيء في الصورة ومجرد ضفنا caption لها لكن اللي غير لي هنا غير لي في structure لو جاء section 2 ترى عندي الآن figure الآن شخص مبرمج يفهم ما معنى figure يعني يعني فهم أنه figure معناته هناك صورة فيفتحها يرى هنا capture ويرى هنا الإمج هذا يتوضح لك في هذا الدرس نتخي في درس أخرى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر